إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم بحث رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني مع الوفد الرسمي الألماني الذي يترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية توبيا سليندر العلاقات بين العراق وكردستان مع ألمانيا وتطويرها خصوصاً في المجال الاقتصادي وأجاء في بيان لرئاسة الأقليم أن بارزاني استقبل وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية والوفد المرافق له والذي وفد الأقليم بزيارة رسمية مبيناً أن الوزير جبدد التأكيد على أن بلاده تنظر بعين الاهتمام لعلاقاتها مع العراق والأقليم وترغب تطويرها في جميع المجالات وخصوصاً الاقتصادية وأنوها البيان لأن بارزاني عبر عن شكره وتقديره لألمانيا للتعاون والمساعدات التي قدمتها للأقليم والعراق في الحرب ضد داعش وكذلك لقيام برلمانها الاعتراف بالإبادة الجماعية التي لحقت بالأيزيديين مشيراً لأن الجانبين كانوا متفقين في الرأي على أن داعش ما زال يشكل خطراً حقيقياً وجدياً على أمن العراق والمنطقة ولذلك لا يزال العراق بحاجة إلى استمرار مهمات التحالف الدولي ضد الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر